موسيقى موسيقى أعلم كيف يمكن أن تكون محاولة أعلم أنك ستكون محاولة لأنها فقط محاولة جدا ولكن هناك الكثير من تحرير وكثير من تحريرك من تأتي إلى زيارة الأربعين هذا يعني أن هناك ممتع مدرسة لك أن تأتي إلى إمام الحسين إذا كانت تأتي إلى زيارة الأربعين تأتي إلى هذا الموقع لأنها تأتي إلى كل مدرسة إنها تأتي إلى كل صعب يجب أن تأتي إلى الله تأتي إلى الله لأن تأتي إلى زيارة أحمد حسين سيدي و سيديون سعيد في مواكب سبقا لقصنع له الخدام وهم بنواقب ومعرفت لأنه يسير الإمام الحسين ويتحدث لأنهم يسيرون وبعد ينمون لأنه يتعاني لأنه يسيرون على أبو عبد الله حسين البيتسة وال geometry اللعنة 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 بلدات الله أبو عبد الله الحسين المساعدة المتابع وعن المتابعين بمعنى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف نحن نسيط وعننا نسيطة الله تعالى لنعطينا المتابعين الإمام قحب العصر والزمان وعنه هو الإمام وعنه هو الإمام الذي يترى والمعنى والتراجد أبي عبد الله الحسين وعنه هو الذي يترى وعنه هو وعنه هو وعنه هو وعنه هو المتابعين أبي عبد الله الحسين صلى الله و سلامه عليه مجمعين هذا هو طريق من المتابعين وعنه من المتابعين من المتابعين وعنه هو الطريق وعنه هو طريق من المتابعين هذا طريق يترى وعنه هو المتابعين من المتابعين لذلك يترى أنهم هذا الطريق لأنهم يترى أنهم يترى وعنه هو وعنه هو المتابعين أبي عبد الله الحسين صلى الله و سلامه عليه كما قال أبي عبد الله الحسين سنعلم أننا سنجل المتابعين على المساعدين على المساعدين والأمس 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 التي لم يكن من قاعدنا وعنهم والأمس لأنهم لم يكن من قاعدنا وعنهم وعنهم أبي عبد الله الحسين والأمس 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 أبي عبد الله الحسين نحن هنا في واحد المتابعين الذي يترى الزوارة كما ترى هذه المتابعين والأمس والأمس الزوارة والأمس هذه المتابعين أبو الفضل العباس وهم من الأمس بصرا المتابعين الزوارة هنا هنا يوجد هنا وعنهم هذا المتابع لكنه ما فيه وعنهم لا يجب أن نظر على المتابعين لكنه يجب أن نظر هذا المتابعين لأمس أبي عبد الله الحسين الذي سنجد وعنهم هذا المتابعين ونحن نتحدث هنا وعنهم قبر هنا وأخي الأمس أخير أعطي بس peoples ووكيل الزوار أبي عبد الله الحسين ومبيت نار زاري I asked him what he serves the زوار of أبي عبد الله الحسين He says we provide tea and food and cooking and they provide shelter for the زوار to be able to rest in them Now I will ask him another question حبيبي أحمد أنت 14 سنة عمرك وتارك الدنيا خلي نقول تارك الأقو والماكو يعني اللي بعمرك الآن لازم يروح يتونس يقعد يرتاح بس أنت تارك كل هذا كل هذا الطريق جاي من صفوان هنا أنا بطريق يا حسين طريق زوار أمام الحسين شنو اللي يخليك شنو اللي يدفعك حتى تجي توقف هنا أنا من الصباح للليل تخدم الزوار اللي أنت ما تعرفهم بس شايفهم زوار الحسين وتريد تخدمهم شنو اللي أنت شاب بعمرك يخليك يوقف هنا ويتعب نفسه لأجل قضية الإمام الحسين عليه السلام هو أحب الحسين والثورة القام بها الحسين إمام الحسين عليه السلام وبعد هو أضحى بأهل أهل بيته وهي على هذا الطريق ما قال? قاله بأنه اللحظة للحسين الآن التعبق التي نحن تقريباً مع أبد الله الخسين هو ما يعقلونه لو أنت ع 14 عمر وعقالة عمر الانعنيهم يجب أن تحصيب بحماية أذهب في المتأكا يتبعون ببعض 800 kilometres from your home here on the route of Yah Hussein and you serve individuals that you don't know you don't recognize and he says the fact that Imam Hussein Alayhi Salaam sacrificed his life for the sake of the Zawar of Abu Abdullah Hussein the servants of Abu Abdullah Hussein I want to dedicate my time as a 14 year old to serve Abu Abdullah Hussein and the servants of Abu Abdullah Hussein this gives us a message brothers and sisters that the service of Abu Abdullah Hussein does not know age age is not important we see individuals who are young and old serving the Zawar of Abu Abdullah Hussein wanting to reach the ultimate levels of salvation Ahmad, dear dear, thank you and thank you and inshaAllah it will be on behalf of your father and your family in the service of Zawar Al-Hussein Jazakallah from this blessing I won't rest I've given my heart for Karabella all of my years I'll shed my tears and when I close my eyes I see your land under Karabella skies with you الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ्رحمت الله وبركاته my respected brother's and sisters here هناك حجي أبو عباس من المشخاب في نجف أسألهم أن يجب أن يكون هناك موالاة وعقيدة وعقيدة أسألهم أن يجب أن يكون هناك موالاة وعقيدة أسألهم لكن ما الذي يجب أن يجب أن تأتي في السماء ويذهب إلى كربلا يقول أننا لم نقلق شيئا لك لم نقلق شيئا لإمام الحسين هو المترجم السيد الشهداء الذي يساعد في حياة لنا ويجب أن نتعلم لحياة لكيه هذا لا يوجد شيئا لعقيدة أبو عبد الله الحسين حجينا، ما تصل إلى كربلا إن شاء الله بالسلامة؟ ما هو الأول شيئا تطلب من الإمام الحسين؟ إن شاء الله أسألهم ما هو الأول شيئا التي ستسأل من الإمام الحسين حتى اللهم بسمتي بس دوما، قال كثيرا، سأسأل أن ترسل والمبرسج بإمام الحسين في هذه الحياة والى المavinقة إن شاء الله،، وأنا نسألهم الشيء إن شاء الله، نريد أن ترسل المبرسج بإمام الحسين في هذه الحياة وزمجها يا أبو عباس جزاك الله خير، وأشكرك إن شاء الله توصل بالسلام إن شاء الله لتنسان من الدعا يا أبا عبد الله دمبك دمبك يا أبا عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته كما ترى أنا هنا أقوم بأس من أجل أبي عبد الله الحسين من أجل الذين يتحرك كاربلاء المقدسة قد رأيته ورسي في هذه المكان أريد أن أجل أسئل أجل أن أسئلون كلية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته حسين أجل من مدينة أمير المؤمنين وقد قالت أن أمير المؤمنين و أنا من نجف أمير المؤمنين أستاذ حسين أبو علي صالك كم يوم دا تمشي؟ والله اليوم الأول أنا أسألهم كم يوم 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 كربلا المقدسة ش تشوف حضور الزوار وتفاعل الزوار ويا المشاية ويا قضية الإمام الحسين عليه السلام والله خير من الله يعني نعمة من الله يعني ما لا يهم نوباء ولا شيء هو أبو فضل العباس والحسين عليه السلام هم علاج يعني اللي زور هم علاج ما مفض لا كم أو ملاشي ما يمنع لا مرضو لا شيء هم علاج ودو أنه I asked him how he saw the presence of the visitors and the foot pilgrims of Abu Abdullah Hussain he replied that we do not worry about any pandemic or any virus because we are heading towards the ultimate salvation and it is Abu al-Fadl al-Abbas عليه السلام and his brother Imam Hussain who are protecting us and will protect us from any illnesses and any viruses عيني أبو علي أريد أسئلك أنه هل عدم حضور بعض الزوار من الدول المجاورة الزوار الأجانب هل هذا يحبط من معنويات الخدام اللي يخدمون ويقدمون المساعدات المواكب أو أنتو لما نشوفون مثلا كل سنة تمشون وشوفون عدد الزوار مثلا أكثر من هذا بكثير هل هذا يأثر على روحيتكم طبعا يعني هواي مواكب ما جايين يعني ما مفتحين عدم حضور الزوار غير يعني بلدان غير مدين يعني كلش اللي سوا ضروا يعني حتى الخدمة يعني مو ديش الخدمة مثل ديش السنة الراحة يعني هواي كفر كلش هم تشتاق حضور الزوار هم تشتاق حضور الزوار يقول أنت هل تشتاقون أنه تعلمون أنه يدرسون الزوار من الزوار أنه يؤثر على النشياء وقد يؤثر على يدرسون وقعناه يقولون أنه يوجد هناك سابقا أعطيب تشتاقاتهم وفعل الزوار لن يوجد نفسنا اليوم يشعرنا في نفسنا نشعرنا في نفسنا لأنهم لا يمكننا أن يأتي ونمتعنا في المساعدة من أبي عبد الله الحسين ونحن نحن نرى ونحن نمتعنا في قرارة ونمتعنا في قرارة هناك رسالة كلمة نصيحة تريد تقدمها لفئة الشباب الذين يسيرون إلى أبي عبد الله الحسين وما تنسانا من الدعاء رزاك الله أخير وما تنسانا من زهرا أنا هناك أنت لا تزال لأن الذي كان مخططاً لماذا ألا يجب أن أتحرك مخططي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعرفي المرادة في المساعدة المساعدة ترى مختلف من تطبيقات التي تحبها للمساعدة المساعدة ومعبد الله الحسين كما تعلمون في المساعدة المساعدة هناك أبوات هناك أبوات هناك أبوات المساعدة المساعدة ومعبد الله هناك أبوات المساعدة 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 ومعبد الله أستاذ أبو حسين شنو الواعز شنو اللي يخليك تترك بيتك وأهلك وعيالك تجي تقعد هنا وتخدم الزوار الإمام الحسين عليه السلام خدمة يعني هي من سنين ما شاء الله والزوار كلها والخدام لخدمة الزوار زوار ربي عبد الله لإدامة هذا الشعيرة لإدامة هذه الزيارة وكلها قربة لوجه الله تعالى يقول أن أنا أفعل هذا لأسفة الله سبحانه وتعالى لأسفة الزوار ربي عبد الله حسين ويقول أن أنا أفعل هذا لأسفة لأسفة ويأتي أفعلها وإمكانك الزوار ربي عبد الله حسين أستاذ أبو حسين أرد سئلك سؤال لمن تصلح عربين الأطفال اللي هم أبرياء وهم بهذا العمر شنو يذكرك بيوم العاشر شنو يذكرك بمسير السبايا والأيتام والأطفال اللي كانوا في مسير شنو يذكرك بأطفال الحسين اللي كانوا مو بس ما يرحموهم كانوا يضربوهم لأجل بكاءهم لسيد الشهداء وانت تشوف ذول الأطفال تصلح حتى ما يتأذون ويوصلون إلى كربلا يوصلون بأمان براحة والطفال أشوف فرحة خطيئة يعني عربانه من يدفعون أهله بيه أكبين متأذين خطيئة فالغاية يعني الوصولهم بأمان ووصولهم بالشيء اللي يقدر علي يعني العمل هذا البصير أنا أسألهم لأن الأطفال والأطفال عندما كانوا يتواجهون إلى الشام كانوا يتزعون وكانوا تسرعون لأنهم لغاية لأنهم لغاية وكان لا يوجد منهم لأسفلهم لسبب المشاركة من التحرير كيف تتحركوا إلى الأطفال وكيف ترى المساعدة التي تسرعونهم؟ يقول عندما أرى أن أخذ الناس أنه يشعر مرحباً وعندما يرى أن هذا المفيد هو أنه يستطيع أن يستطيع فعله وأنه يمكن أن يذهب إلى كربلاه مع السلام ومع ذلك هو أنه يحاول أن أساعده وأنه يجب أن يجب أن أساعده وأنه يجب أن أساعده هذا المفيد أساعده الله سبحانه وتعالى أن يحاول كل أساعده الذين يتساعدون أبعاً إلى كربلا المقدسة سوف أعطب كل ما سوف أساعده سوف أعطبك إلى أعطبك أعطبك إلى أحاول المتحدة حتى نحن تساعده يا إدنة بعدما فقد فقد قمت بكثبت وقد قمت بطارج الصفة من التمقل بعض خلالات أكثر من التمقل ثم قدت أن أعتقد بخلات أصابت في الى الوقت بعض الوقت مرة أخرى في لندن لمدة أشهر قليلاً أشهر قليلاً لكي أحدهم من أشهر الناس من أشهر الناس لتحركوا إلى إمام الحسين على زيارة أربعين من المتحدث عن كيف يتحركوا بردارات كيف يتحركوا بردارات إليقالي ويجب أن يكونوا يتحركوا نعم 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 ربما نحن نعرفة الوصول على مرحبات إذا كان لديك رجل أو لا إذا كان لديك عقيدة في الاربعين أو لا هناك شيء أكثر للتقلق لن تضحهم لأسفل ما مرحبات؟ لأسفل ما مرحبات؟ أسفل ما مرحبات؟ أسفل ما مرحبات؟ أسفل ما مرحبات؟ لنجب أن نبغيهم بأسفلين ما هو تحديدك؟ ما تعتقد أنه قد يكون في هذا المجرد لأنه قد قلتها بذلك؟ بسبب الشخص الذي يقول هذا المجرد هذا المجرد يجب أن يكون قلت كما قلت ذلك هؤلاء الذين يفعلون هذا وهم زوارون أبي عبد الله الحسين وهم يتعلقون مع إمام الحسين ومعلمين والأهل البيت يدعوننا أن كل شيء يتعلق مع إمام الحسين يجب أن نترك إلى إمام الحسين لأنه يتخلق وإنه يتخلق من نترك إلى إمام الحسين وإنه يتخلق وإنه يتخلق وإنه يتخلق على شيء يتخلق كذلك كذلك؟ كذلك 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 لأن المجرد الذين يتخلقوا إلى كربلا لتحلق هذا يتذكرني من الإمام من كيف أن أبن العباس أبن أميه وأن أبن العباس أبن أميه وأنه يتخلق لأنهم يريدون أن يذهب إلى كربلة يريدون أن يجب أبي عبد الله الحسين على طبيع أوضع هذا يجب عليها أن أردت للمساعدات من القرار السلام يجب عليها المساعدات للأب عبد الله الحسين إلى كربلة لن نخلص في فطنة الأوروبي المجتمع السرطانية أوروبا لا يوجد محاعدة بينهما الذين يزوجونون المنزلون تفعلها معاً منصبات بحقات اي قهوة ولكن عندما يتحق أبي عبد الله الحسين تصدق كل هشخ creatات الأولى ويسألوا عن نفسها ويستحقق أكثر و يستحقهم أشخاص أخبار يستحقون أن يجب أداءوا ويجراء حبارة بين الأطلاع الجغراحين كل هشخص تعرفة أشخاص أعرفع أن هذه أشخاص الذين يمتعون لديهم ويريد أن يذهب إلى أبو عبد الله الحسين ويوجد أبو عبد الله الحسين هذا الناس يمتعون فيهم لأنهم يقومون منتظرين إلى كربلا وأن الله تعرف ما يذهبون فيه وأنهم يمكنهم أن يرى الطريق المشايا يتبعون وأن المشايا يتبعون إلى كربلا المقدس ويقومون بها ويقومون بصورة الناس ومشايا نحن نعرف المشايا في المرات ممتعون أنهم يتبعون لديهم ومعنا لديهم في المرات ومعنا نعرف أخرى في إران وعنده ومعنا نعرف أخير يريدون لديهم أفضل من الممكن لتتفرق من مجرد من المرات ليسون أن يتلبعهم أخرى الناس يسعى ومعطيهم المساعدة لهم واليهاب لتستطيع الى سيارة عبد الله وحسين لا يهمون لا يهمون عن المساعدة عن المساعدة عن المتطبع عن التراريش لهم يضعون كل هذا على واحد والمساعدة لهم هو أن يصل إلى كربلا إذا كنت تصل إلى المتطبع هذا هو الأفضل الذي يجب على كل شيء ومن المتطبع ومن المتطبع الذين يجب على صحق الأفضل الأول ما يجب أن يجب عليهم هو نهاشاً إذا أردت مجبع من الله وما يجب عليهم أن تتقل إلى الشيء وما يجب عليهم أن يجب عليهم رخول هذه الأفضل على أي شخص اشخاص يضر هذا المعلم أنه تحديدا قيمة هذا كل شيء من المنزحين للتجيب لإنمام المرحل بين المنزحين أعتقد أن الشيء الأخرى من المشاهدين يملكت أنه المنزحين إنه شبه يملكت أنه�� مما أولئك أنهما ينتظر أعلمك بخصوص مرحل أنه سيدنا بخصوص أنهم لاعبين المصارفين لم يتمكن進قوا أي محصة ويجب أن يسلوا قائمًا لأنهم تريدون سياراتهم ويجب أن يروا عيدتهم إذا كانت تتحول المحلات الماضية مثلما فيها في عام الأول سيُقومتهم بالتحول أتساعدهم ويأتون لتأتي ويأتون لأخرى لذلك يظهر أن تظهر المحلات من هذه الاجتماعات التي تجعل المحلات أن يتقوم بسلطة في قمع زوارب أبي عبد الله حسين لا يجب أن يكون هناك تتحول المحلات لا يجب ان هناك موزاتيات يجب أن يكون ذوار أبي عبد الله الحسين في أربعين وعشورة وعندما يجب أن يجب أن يكون أخرى لن يستطيع إلى أمام عبد الله الحسين لا نحن لديه الضار وأنهم نغير الذوار أمام حسين وأنهم يمتزلون من عبد الله الحسين وانه هو أمام حظنا وانه هو أخير كما يطلق من العالمين من القرآن والعالمين أسأل الله سبحانه وتعالى لأقرأ لكل من المنقلين الذين يأتي إلى كربلا لكي نحط على الطريق المشاية في كل مستحيل ومساعدة وإن شاء الله إذا يمكنهم الإنشاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى في المنطقة الأولى من المنطقة من المنطقة يمكنهم أن يأتي ونعطي على الحقيقة أنهم لم يكنوا يمكنهم أن يأتي إن شاء الله السلام عليكم ديفيوز ورحمة الله وبركاته أنا قلت مع الحقيقبي الحقيقي للموكب سيد عدنان سيكون يتعرفوننا إلى الموكب ومعهم السلام عليكم سيدنا سيدنا بس تعرفونا عن الموكب إن شاء الله وعن مشاريع الموكب نحن بدأ بباركة الإمام الحسين ونرى هذا الموكب موكب كل سنة نطور به إن شاء الله عمرنا وعمركم طويل ونتطور بعد إن شاء الله إن شاء الله يقول أن الموكب بدأت قليلاً ولكن عام بعد عام كما ترى من أول مؤسسات الموكب من أفضل المصدرات الموكب مع تطوير التطويرات والطريقة التي تظهرها سيدنا ليلين لديكم مجلس توزيع ما هي برامجكم؟ نحن عدنا يا ريوب وغداء وعصرية وعشاء يعني خمس وجبات باليوم نكمل الخدمة وعدنا عزاء للإمام الحسين عليه السلام السلام الله في حالة الوصولاتهم يقولون أنهم يطلقون 5 ميالاً من يوم من أجلسة، لأجلسة، 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 لأجلسة وكل مام يطلقون الإمام الحسين وطلقون الإمام الحسين قبل أن نبدأ بالتطوير يقولون لأجلسة أنهم يطلقون الإمام الحسين أنهم يطلقون الإمام الحسين أنهم يطلقون الإمام الحسين لماذا هالهدف بالضبط اخترتوا إحياء الشعاعر الحسين وما ركزتوا مثلاً على التوزيع ما تريدون تقدموه من الشعاعر الحسيني؟ ما نقدموه؟ ما نقدموه؟ كل يوم نقدموه تشدنا مقصرين نوي الإمام الحسين يعني ما نقدموه شيء الإمام الحسين عليه السلام قدم عبد الله الرضيع، علي الأكبر، قدم أهل بيته وعرف يعرف أخت زينب عليه السلام بيت الإمام علي تنسبي من بعد اجتشهاد الإمام الحسين يعني هو قدم هذا ما نقدمه؟ ما نقدمه؟ نحن لا نقدم شيء، لا نقدر نقدم شيء بسيط من هو القدمه لإمام الحسين عليه السلام أسألت المساعدة ما تفعله لتأخذ هذا العمل إلى زوارة ومام الحسين؟ يقول أننا لم نقدر أي شيء، لنعرف أعطي إنه يقول أنه في معرفة ما إمام الحسين أعطيه مع المساعدة من المساعدة من المساعدة سنواته معه، كأنه سيستر زينب سيستمر بسرعة كل ما كان يقدر ما نفعله هنا لا يوجد شيء في معرفة هذا لذلك نحن أعطي الله أن المساعدة المساعدة الخدام يتبع فيه، وإن شاء الله يمكننا أن نفعله معهم وإن شاء الله يتبعهم في مجالسهم وإن شاء الله نشكركم سيدنا على جهودكم هل لديكم أي حكاية أخيرة؟ كيف يقدموها؟ والله إحنا نريد نريد من الإمام الحسين يستركم ويستر زواره ويرفع هذا البلاء عن العالم أجمع والله يحفظكم على هذا خدمة أنتوا خدمة للحسين وإن شاء الله وإحنا أكملكم وإحنا أدوكم وإحنا من اليوم الذي أريد أن نعزل نقوم نبتشي يعني، أحنا سنة كامة نحنا نرتب هذه الأمور حتى ننخدم من اليوم يخلص يوم نبتش على هذا اليوم نقول خاف ما نقدمي شيء لإمام الحسين والزاهر الحسين سيد سيدنا و أنا خاتبكم شيد عدنان المكسوس سيد سيدنا ما يقول ما هذا سيد سيد جدت في حياته لأنه شيء ما أعتقد كل الخدمة الإمام الحسين يشعر فيها في الأخير وأنا و سيد علي والمشاياة والأخير الذين عميون في لندن في الأخير في الأخير المكسوس هذا ما يقول ما هذا سيد سيد و نجل مستعد نشترك هذا السناء لبنه عدم الظوارة إمام الحسين والدورة الوعي معجزين و في ذلك الحالي أعشابنا في حياتنا نشعر أننا لا أقلنا كل ما عاد شرع كل ما جلس في السناء التأكيد و نشعر أننا لا أقلنا و نشعر أننا لا أقلنا عدنان and his family and his companions in the service of Muhammad Hussain are able to continue their service year in and year out and inshallah we can serve alongside them. From us here on the path to Karbala I say thank you dear viewers for your support and inshallah you are granted the ziyar of Imam Hussain. for the one whose chest was broken why should I not beat my brothers and sisters as you can see we are standing by one of the mawakib that has erected these figures emulating the tragedy of Karbala and the fact that the caravan of Lady Zainab was taken to captivity and here these soldiers from the soldiers of Bani Umayy are carrying the holy severed herds of Imam Hussain and his companions and this is the best way that they can send and show and propagate the message of Ahlul Bayt with this imagery with the scenes that the children and the they would come and stand without anyone needing to explain to them what this scene is they would be able to recognize what is happening in these scenes and if you go further you will be able to see the figure representing Lady Zainab standing by the tents and the camel that was carrying Lady Zainab and the horse of Abu Abdullah Hussain and a number of scenes emulating the tragedy of Karbala and the return of Lady Zainab to Karbala from Sham and Kufa. I leave you with the scenes of this Mowakib I'll beat my chest I'll never rest all of my life I'd sacrifice your name beats in my heart the truth so clear even though we're apart you're always near It's time to meditate I love you I love you I love you